الأخضر ارتفاع في نسبة النمو ارتفاع في قيمة الدينار وارتفاع في احتياطية الصرف وتشجع للاستثمار الوطني خفض الفوادي البنكية على قروض المشاريع قريبا نقاط وأخرى نناقشها مع ضيوفنا هنا في الستوديو سيد عبد الحكيم حجو خبير في شمول المالي أهلا بك سيد حجو مرحبا ورحب أيضا بسيد محمد حمران باحث في مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية أهلا بك مرحبا أخي عبد الملك شكرا لدعو الكريمة مرحبا بك إذن بداية وانطلاقا من تصريح وزير المالية سيد عزيز فايد أن مؤشرات الاقتصاد الجزائري بالأخضر ابتداء من نسبة النمو إلى مزان المدفوعات وغيره ما هو تعليقك مبدئيا على هذه التصريحات؟ نعم مع العموم هي كلها مؤشرات تتعليق بالاقتصاد الكلي وفي أغلبها مؤشرات إيجابية وخضراء وهذه مشجعة وإن دلت على شيء فإنما تدل على الجهد المبدول وفي مواصلة من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي نطلع إليها وهو التنويع وإيجاد بدائل للاقتصاد وعدم الاعتمال على الاقتصاد الرائعي نعم ولابد من المواصلة في هذا الطريق لأننا عندنا أهداف الآن أكبر أننا نتكلم على ناتج داخلي الخام يصل إلى رعمية مليار دولار ولتحقيق هذه الأهداف لا نكتفي فقط بمعدل نمو السنوي يقدر بأربعة فاصل واحد أو تنين ولا نتبع حتى توقعات وتكهنات صندوق النقد الدولي نتكلم على ثلاثة فاصل تمانية الآن لابد من مضاعفة هذه الأقام من أجل الوصول في الأوقات وفي الزمن الذي احدده السيد الرئيس الجمهورة ووزير المالية من أجل الوصول إلى هذه الناتج الداخلي الخام وكل الظروف الآن المواتين لدينا عدة قطاعات معويل عليها من أهمها وقد جاءت في قانون الاستثمار وهي قطاع الزراعة قطاع الصناعات التحويلية قطاع المناجم وعندنا السياحة وعندنا قطاعات أخرى نعم طيب خلينا نسمع رئيسي سيد عبد الحكيم حج وخبير في الشمول المالية الأكيد أنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كل مرة كانوا يقومون بإصدار تقارير سوداء عن اقتصاد الجزائر اليوم هناك توافق بينما نشرته الحكومة الجزائرية في هذا الاجتماع لعقدة يعني هذه النتائج كان طرحها وزير المالية في الولايات المتحدة الأمريكية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتتوافق تقريبا مع ما قدمته الحكومة الجزائرية ما هو تعليق سيد؟ أنا أظن أنه هذه أول مرة نشوف أن يعني توقعات الدولة الجزائرية فيما يخص الأرقام ومشارات الاقتصاد تتوافق مع صندوق النقد الدولي وهذا مؤشر جيد دليل على أنه فيه سياسة دائمة يعني فيه دومة في الإصلاح وفيه فيه كثير من يعني كل استراتيجية الدولة راهي ماشية في الطريق الصحيح وهذا دليل كبير جدا الآن حينما تكلموا على النتائج التي حصلت فيها الجزائر لازم أكتو أنه هذا واقع وهذا راجع إلى كل استراتيجية الدولة في كل تقريبا الميادين يعني سنعيا فلاحيا فلاحيا أعتجاريا أظن أنه يعني خطوة كبيرة جدا للتكلم على اقتصاد حقيقي الآن للدولة راهي بصدد يعني إقامته بالنسبة لل النتائج الأولية أنا حبيت يعني أتكلم على نقطة مهمة جدا هو حينما تكلموا على الكيف الاقتصاد الكيفي لازم عن حان الوقت كذلك باش نتكلموا على الاقتصاد الكامي كلي كاليتاتيف نوعية النوعية النوعية لأنه الآن حينما حينما تكلموا على مثلا نسبة نمو في الاقتصاد الجزائري لازم كذلك مسامدة كل المؤسسات الدولة باش تطور قدراتها وهذا لا بد من التكلم الآن فساعدا حول النوعية الاستراتيجية المطبقة بالنسبة للمؤسسات بما يتعلق مثلا الحوكمة التسيير يلعى ذلك لرفع المردودية وخلق الانتاجية وهذا هو الهدف الأساسي من المعرحلة الجاي نعم طيب نعم سمحت لي في نفس السياق كما يخص للحسابات وطركة الحساب والإحصائيات نقطة الأولى هي أن سنة الأساس عدلت الآن كنا نحسب هذه المجمعات الاقتصادية الكبرى كنا نحسبها على أساس سنة الأساس 1989 الآن هي تغييرت في سنة 2013 وحسبناها في سنة الأساس 2001 ما معنى الفرق بين الهيكلة الهيكلة الآن تتغيير نعم سنة 1989 وسنة 2001 تتغيير 1989 تقصد نعم 1989 نعم قديمة جدا سنة قديمة جدا لذلك وجب إعادة الهيكلة الآن الهيكلة هذه أوتوماتيكية تود إلى غفح نعم الهيكلة يتغفح هذا العنصر الأول العنصر الثالي الذي يجب ذكره حتى وإن كانت حدث في الشهر الماضي هو الآن هذا الديوان الوطني للإحصائيات الذي كان يتبع إلى وزارة ترك معنا الآن يدرج إلى وعيدة إلى وزارة المالية نعم وهذا شيء جميل الآن بالإضافة إلى هذا الديوان الوطني للإحصائيات عندنا المديرية العامة للإستشراف وعندنا المديرية العامة للسياسات والتقديرات لذلك هذا التكتول هذه حلقة متكاملة وهذه تسمح الآن بجمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية بصيغة احترافية نعم طيب سيد حجو هناك نقطة أن ميزال المدفوعة تحقق فائضا بنسبة 6.53 مليار دولار في سنة 2023 بالإضافة إلى تسجيل الارتفاع في احتياطية الصلف من 61 مليار إلى 69 مليار في 2023 ماذا يعني هذه يعني هل سياسة الدولة في تخفيض قيمة الواردات ورفع مقيمة الصادرات هي الإجابة النتيجة أم أنه ترشيد النفقات وأنه نحطوا كل دينار في مكانه المناسب هي الإجابة نتيجة إيجابية في الواقع في تنين استراتيجية هي أولا التحكم في نفقات ومهمة جدا وهناك نشفنا في ثلاث سنوات الأخيرة أن الدولة الجزائرية قامت بوضع استراتيجية متحكم فيها بالنسبة للنفقات في كل الأصعيد نفقات التشغيل نفقات الاستثمار إلى غير ذلك لكن نقطة أخرى مهمة جدا حينما تكلموا على نفقات مثلا الاستثمار لازم كل دينار حتى في فكرة الاستثمار لازم يكون عنده مردودية وهذا هو اللي تكلمت عليه منذ قليل على النوعية النوعية تبدأ في كيفية وضع استراتيجية للدولة باش يكون كل استثمارات كل دينار تضخف الاقتصاد الوطني لازم يكون عنده مردودية على الأفاق المتوسطة والطويلة خصوصا النقطة اللي تكلم عليها الدكتور حول الاستشراف مهم جدا لأنه الآن الدولة الجزائرية بدأت خطوات كبيرة جدا لوضع هذه الاستراتيجية اللي بدأت تعطي ثمارتها لكن الاستشراف مهم جدا لازم يشوفه المدى المتوسط والبعيد نعم لازم يقاربه بيانات الدولة الجزائرية موطيات الدولة الجزائرية مع موطيات بلدان اقتصادية متشابهة لتفادي أولا تجارب سيئة لبعض البلدان والاستشراف يقع دوره في هذا المنوال كيف وضعه حسب الإمكانيات الدولة المالية الاقتصادية البشرية إلى ذلك كيف وضعه استراتيجية التي تعطينا على المدى الطويل والمتوسط والطويل لأنه في السنوات الماضية لا كنا نتكلم عن المدى الطويل هنا تكلم عن المدى القريب تكلم عن المدى القريب ميزانية مور ميزانية نتكلم عن يعني كأن تسير سنة بسنة وميزانية 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 على المدى المتوسط والمدى الطويل أظن أنه هناك بوادر تفتح حتى بالنسبة لهايكلة الدولة هيكلة المؤسسات الدولة التي تشرف على الاقتصاد كما قال كالدوطور هذا دليل أنه هناك وعي الآن من طرف الدولة لتركيب كل يعني كل مؤسسات الدولة على أساس أنه الاستراتيجية لازم توضع على المدى المتوسط للإجابة على سؤالتكم التحكم في نفاقات مهم جدا لكن التحكم في الاستثمارات أهم لأنه الآن موارد الدولة خلينا يقول مش قليلة لكن لازم ترشد ترشد بشكل جيد لكي كل الاستثمارات لازم تكون استثمارات انتاجية وبعد متابعة الاستثمارات الجيئة هو اللي تكلمت عليه منذ قليل هو ما يتعلق بالحوكمة إلى غير ذلك لهذا نقطة بش منطولش حينما رئيس الجمهورية يتكلم على الرقمنا مش كلام عام سيبال لتغاتيو عنده أهداف الرقمنا مهمة جدا لأنه هو أولا تسيير قاعدة بيانات وضع يعني تحليل البيانات الاختصال الكلية والجزئية إلى غير ذلك بش نعطيه بناء اهداف الاستراتيجية نقطة أخرى وهي مهجمة هي الشفافية لأنه يكون نظام ورقما فيه استراتيجية فيها رقما رح يكون فيها شفافية في تسيير شؤون الدولة وهذا أظن أنه نقطة إيجابية كذلك في سياسة الدولة الحكم سيد حمران نتكلمه على ارتفاع قيمة دينار أي جزائري يسمع أنه معشرة الاقتصاد الجزائري بالأخضر يقول لك أنا ما ينعكاساتها على حياتي اليومية الأكيد أنه لإنعكاس الأول لأي جزائري في اقتصاده هو يرتبط بقوة عملته يعني قوة العملة سواء داخليا أو خارجيا ماذا عن قيمة العملة في الجزائري يتسأل كثير من الجزائري ما أسنع حسب الطلب لكن في الحقيقة الدينار أو العملة في العموم هي وسيلة تحكم في الاقتصاد الوطني هي وسيلة من وسائل كومرتو دانتغي لأفلاسيون كل هذه الوسائل تتحكم بها الدولة الجزائرية بالاقتصاد الوطني مثال مثلا حينما نكون مثلا بلد تاستيراد السلام قيمة الدينار تنعكس مباشرة على الاستراتيجية الدولة بالنسبة الاستيراد عكس ما يكون مثلا بلد موجه للتصدير كلما الدينار ينخفض كلما فيها فائدة للبلد لأنه في التوجه لما تحول العملة الأجربية آخر المطاف هي وسيلة التحكم فيها لازم مش ضروري أنه قيمة الدينار يرتفع ويكون فائدة للمواطن الجزائري هي مسألة توازن توازن كيف نجعل في الدينار الجزائري قوة الدينار الجزائري يستقطب أولا أموال خارجية في استثمار الخارجية الجزائر وكذلك يمنحنا فرصة لتصدير منتجات الدينار لهذا السؤال المطروح أنه الدينار لازم تكون سياسة واقعية لتفادي التصادم كذلك لأنه حينما نوجه الاقتصاد للتصدير الدنار القوي سيكون سلبي للاقتصاد الوطني الهدف كيف نوازنه سيد حجو ما بين أنه ينفعنا لما نصدره ويدرنا لما نستورده خلاص التوازن هي الانتاجية قلتها منذ البداية الانتاجية مدام تكون انتاج وطني تشبيع الاقتصاد الوطني من المنتجات المحلية مثلا لتفادي الاستيراد نعطي لكم مثال في مشروع كبير الرئيس الجمهورية تكلم عليه وخلق مصنع كبير لإنشاء بودرة الحليب هذا مهم جدا ليش؟ بقاطري يعني أولا في ثلاث أوجه أولا التشبيع السوق الوطني بالمدوجات المحلية ثانيا تفادي الاستيراد نفس المدوجات وإخراج العملة وثالثا خلق الشغل يعني كنت تكلموا على الاقتصاد هو استثمار وخلق فرص عمل وخلق عروض المنتوجات في السوق للإنزال يعني للتقليل من الارتفاع من المستوى الأسعار نعم الغير ذلك هي في آخر المطاق المنظوم هي معادلة من يعني استيون في إيكواشون بيجور مريا نعم كيف نتوازن متعددة الأوجهور متعددة الأوجهور وهذا أظن أنه هذا دور الدولة في كل هيئات الدولة لإلقاء حلول لازمة في كل الأوجهور لتفادي التضخم رفع من 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 الشوال يعني سعر الصرف لا لا يعني يعني واسمه كوندرز الشوماج ردور البطالة إلى غير ذلك كل هذه المعادلات لازم في توازن لازم واحد يتبط نعم سيد حمران نعم يجب أن ندخل معادلة يعني البنوك والتأمينات في الاقتصاد الكلي والجزئي يعني الوزير تكلم عن أنه البنوك تلعب دور مهم لأنه ارتفاع قيمة دينار والخفات قيمة دينار ما نحسوش به في السوق الموازية يعني السوق الموازية يتحكمها أمور أخرى عرضوا طالب وناس يعني لو بيات تتحكم في هذا السوق يعني مدى عن إدخال الأموال إلى السوق الرصبية اللي هي البنوك كيف نستقطب كيف نقوي البنك في الجزائر ونجعله هو المقصد الأول لأي مواطن جزائري نعم صحيح نراحظنا أن حتى وإن كان بعض الأرقام التي قدمها السيد الوزير تكلم عن الأرقام التي قدمت حوالي القروض سواء الاستهلاكية أو استثمارية المقدمة في الاقتصاد تكلم على 10 ألف حتى الصندوق للاستثمار كذلك قدم 500 مليار حتى وإن كانت هذه الأرقام تبقى إيجابية وكان نوع من الديناميكية لكن العمل كبير ما زال ينتظر لأن المستثمر الأجنبي عندما يأتي الآن يحتاج إلى السرعة في الأداء يحتاج إلى وسائل دفع وسائل الدفع وبكل بساطة كما قال الأستاذ منذ قليل البنو كيف كان عن صورة هناك عندما قال الأرقام هنا في 2014 ودك الإصطناعي بدون هذا ومن الصعوبة بشي يتعامل معك المتعامل الأجنبي بكل صراحة الآن عندنا احنا كتن نقدية أي خارج السوق أي في السوق الموازية للأسف الشديد هذه الظاهرة في الجزائي متفشية كبيرة وتضير بالاقتصاد هنا من الجهة نغلقنا نصلحه في العطب من الجهة الأخرى وعندك مشاكل مثل المحرك لو يكون فيها تقب ونحر فيها نتسرب لازم نصلحه نصلحه ثم نضع الزيت ونقود السيارة بهذا بدون معالجة عندما نتكلم عن العملة منذ قليل هنا العملة سنحسن فيها منها ولكن عندك سوق موازي هنا يتحكم لك في العملة هاو يؤثر لك هاو يؤثر وتكلمنا في قانون المالية بشنا من إعادة الضبط وخلق مكاتب الصرف والإسراع ملاحظنا مؤخرا النوع من من تضغط وكان تخوف مباشرة تحدى كالحديث عند النسؤولين تكلموا حتى في خوف من النزيف في العملة لو كان نفتحوا مكاتب الصرف لذلك كما قال أستاذ منذ قليل لذلك لابد توازنات عندما نقول التوازن توازن هنا السوق النقدية وعندك بالجانب السوق المالية وفي كالحالتين سواء السياسة المالية ولا السياسة النقدية لابد من توازن الجبعية وكل وحدة عندها أدواتها عندما تكن مفتسوق النقدية منذ قليل صحيح سعر الصرف الآن هو أداة سعر الفائدة سيد الوزير نخفض هم أدوات هم أدوات اقتصادية من خلق وتأثير على الاقتصاد لو تنظر السياسة المالية كذلك عندما يجي قانون المالية ينتكلم على الجبعية هذا من الأدوات لذلك لابد من خلق نوع من التوازن بالسياسة النقدية والسياسة ونزيد لك نقطة أخي أبو المالك أن السياسة النقدية همناها نوعا ما نتكلمها بكل صراحة حد العشر سنوات همناها ولا تنظر أنت في التلميزان الذي يقدمها المركزي الآن أو عندك واحدة العجزة يقدم 65 ألف وهذا كيف تنتصه لابد من خلق خلق لازم من إنتاجية واستقطب أموال سوق الموازن هذا وكان فائض هنا يعجز لابد من الإنتاج يقابله وتقضي على التضخم نعم طيب سيد حد جو في هذه النقطة في هذه النقطة لأنه نقطة مهمة جدا تطارق للمديونية أنا أعتبره خليني نقول مصطلح هاجز لأنه الآن حاليا كل كل الاقتصاديين خايفين التطارق للمديونية داخلية كل بلدان العالم كل بلدان عالم تستعمل المديونية للاستثمار لأن المديونية أفخير دي كريدي نانك من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية نعم هو نقطتين هو في قروض استهلاكية وهذا ما يعطي لك يعطي لك ارتفاع الطلب يعني تستملي للمد يعني تشجع الطلب وهذا يتشجع الطلب تشجع المنتوج الداخلي الرضا وهي في سياسة مثلا في سيارات فيات انتاج المحلي لكن انتاج محلي قروض استهليكيا للانتاج محلي وهذه استراتيجية مليحة نعم حينما تكلم القروض استهليكية وهي مهمة جدا يعني القروض استهليكية كما قلنا في بداية الحصة انه كل دينار لازم يعطي المرض دين اعادة يعني 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 يفايد لازم نعاد اعادة النظر في البنوك حتى ولو فيه كفاءات وفيه كشي فيه تعديلات وفيها إصلاحات في النظام البنكي هو جعل البنوك وسيلة للهندسة المالية الهندسة المالية هو خلق من مشروع صغير مشروع متوسط مشروع كبير إلى مجمعات كبيرة بمعنى لازم البنوك تلعب دورها في 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 إيجاد حلول استثمارية حلول تمويلية لكل مشاريع صغيرة متوسطة إلى غير ذلك وهذا مش موجود الآن حاليا في الجزائر تقريبا بعض البنوك الآن موجهة لبنوك إدخارية حتى والوظيفة هذا مهم جدا لأنه جلب الإدخار وتوظيفه في السوق المالية مهم جدا لكن وظيفة الهندسة المالية مهمة جدا وهذا واقع مع الشرعش أظن أنه حان الوقت لجعل البنوك أكثر ديناميكية وأكثر حضور بالنسبة للإستثمارات نعطي أخي عبد الماكي لا أمكن صحيح عندما تكلموا على الدين هنا في مسألة أمام الدين داخلي هذا من الأجل تطمئن أرأي ثانيا عندما تكلم أنت في حالة ورشة تفي بناء عندك نفقات تجهيز كبيرة مهمة تحتاج الآن إلى دين كما صاحب البيت لا تبني دار أو لا أنت بتحتاج إلى دين بيش تبني وهذا ليس بإشكال وهذا من تفتح هذه الورشات الكبيرة وأكبر ميزانية أو لا تنتظر يكون عندك دين داخلي وهو في حدود حتى الدول المتقدمة ولديها هذا النوع من الدين حتى لديها الخارجية وبالتريليونات نعم طيب الوزير تكلم أيضا عن خفض الفوض البنكية على قروض المشاريع قريبة هذه النقطة ما هي المرجوع منها لكي يعود على اقتصاد الوطني هل هي فيها إيجابيات بالنسبة لها اقتصاد الوطني على المدى القارب أظن أنه يعني القرار سيشجع مباشرة الاستثمار والتوجه العملة واش قلت مقبول لازم نتفاده هذا الهاجس المديونية لازم كل المؤسسات باللغة الفرنسية يسميه في الميدان المالي اللجوء إلى القروض أحسن ما تلجأ للسيول كمؤسسة الموال خاصة لازم فيها توجه آخر لكن بالنسبة الاستثمارات على المدى المتوسط على المدى طويل لازم تلجأ القروض لا مفر منها واللجوء إلى القروض فيه علاقة وطدة حول سياسة الدولة لتشجيع الاقتصاد لازم وضعه أولا الاكتفاء ذاتي في بعض القطاعات مثلا القطاع الآن الفلاحي تقريبا دولة جزائرية منذ السنوات الأخيرة تقريبا فيه نوعا من الاكتفاء وهذا شيء جيد جدا بالنسبة المواد مثلا الغذائية تقريبا فيه اكتفاء يوجد مشكل نعم تسعين إلى خمسة وتسعين في المية لكن في بعض القطاعات لازم الآن ندرسوا الواقع ونخليوا أولا الاستثمار الخارجي نفتحوا السوق الجزائرية مازمش يكون عندنا كذلك هاجس آخر من تخوف من الأموال الخارجية خلي الناس تستثمر وفتح البنوك وتخفيض نسب الفوائد راح يكون إن شاء الله فالخير الاستثمار الخارج والاستثمار الداخلي وتخلق فرص شغل وتخلق ماذا عن قطاع التأمينات هل يمكن تخلق قطاع التأمينات في الاستثمار كنا تكلمنا في وقت سابق والوزارة تكلموا أنه قطاع التأمينات أيضا يقدر يساهم في إقامة مشاريع واستثمارات قطاع التأمينات في كل بلدان العالم حينما مثلا في بعض الكتب اقتصادية مثلا تكلموا على الترتيب البلدان حسبها الاقتصاد ينتحى فيه مثلا ترتيب على مؤشر نسبة نمو نسبة البطالة نسبة إلى غير ذلك الآن في مؤشر موجود الآن حاليا في العالم هو ما يسمى يطلل به نسبة تدخل للتأمين في الاقتصاد الوطني هذا المؤشر اللي تشوفه مثلا كل الاقتصادية الدول تشوف المؤشر هذا تلقاه البلدان الصناعي بمعنى أصبح مؤشر رقم مهم مهم جدا نسبة مؤشر في الجزائر هي 0.6 هي نسبة أقصى التأمين مقارنة مع الدخل الخام وهذا ضعيف جدا تقريبا أضعف نسبة تقريبا في إفريقيا القطاع التأميني الدور هو الدور كلاسيكي هي الحماية لكن الدور الكبير لقطاع التأمين هو جلب ادخارات على المدى المتوسط على المدى اللي ضخها في الاقتصاد الوطني والتصميرها والتحريك العجلة الاقتصادية في جزائر في أموال يعني تقريبا قطاع التأمين هو الممو الكبير للاقتصاد الجزائي لكن ما عطينا له الأهمية اللازمة خصوصا أنه هذا القطاع يعني إلى جانب الحماية اللي يوفرها للممتلكات إلى غير ذلك لكن يوفر سيولة مالية يوفر سيولة مالية وفي استثمارات جي من الإدخارات لتجلبها المؤسسة التأمينية نعم بعض الميزات كذلك التي تطرع على سوق تأمينات في الجزائر نلاحظ أن الشركات العمومية التي تطرع هي تسيطر على السوق وهذا شيء هذا الذي أضرر كذلك عنا كذلك نضيف نقطة أخرى هي لو ننظر ونقسم إلى تأمينات الأضرار وكي تأمينات الأشخاص نعم تأمينات الأضرار 85% ننظر كذلك ننظر إلى الشعب الأكثر استغلال سيارات كذلك سيارات كأن عدة شعب غير مستغلة في الجزائر هذا الذي أضرر أعطى الأستاذ مؤشر هو لطولة منتراسيون معدل الاختراك الذي هو أقل من 1% يعني نسبة التأمينات إلى البي هو ضعف جدا نسبة ثانية هي نسبة الكتافة هي كم يساهم الفرض من دخله هو يساهم فقط في جزائر المعدل هو 25 دولار وهذه النسبة كذلك جد ضعفة يعني 5000 دينا نعم جد ضعفة طيب ما هو تعليقك على قيمة الناتج الداخلي الخام الذي يكشف عنه الوزير أنه يبلغ حاليا 32 ألف مليار دولار نعم لو نتكلمه بالدولار نعم لو نتكلمه بالدولار هو حوالي هو 249 مليار دولار لك هذه النسبة هي في زيادة كل المقويمات الآن تدل وتتوحي بأن هذه الأقام سوف ترتفع الآن نقص كذلك أحد المجمعات القوية لكياس الاقتصاد هو البيبي ونتج الداخلي الخام طبيعة الحال نعم ومعي آخر هو معدل النمو نحن الجزائر لابد دام الاستغلال وتسريع في الحركية من أجل الرفع هذا شيء إيجابي مدام أنها طروة عندما يكون بي بي هي الطروة نعم طيب سيد حجوت بالنسبة أنا كنت يعني كثير بسرور من طرح السيد وزير المالية على هذه الأرقاء كيتكلم كيتكلم على إمكانية رفع بشكل كبير جدا أفاق كبيرة لرفع الدخل العام للوطن وأنا عظم أنه يعني عنده الحق في الكلام هذا لأنه الموجودة الموجودة في الاقتصاد الجزائري متعددة جدا ثلاث نقاط التي تكلمنا عليهم لكوان يعني الوضع السياسة تعني نكمل في نفس السياسة الترشيد نفقات ترشيد الاستثمارات وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ثلاث هذو ما لأنه في كل القطاعات كل القطاعات في إمكانية كبيرة جدا نعم أظن أنه حقيقة الناتج الداخلي خام للجزائر قد يكون في مستويات كبيرة جدا في السنوات الجاد أخي عبد الملك الشيء الجميل سمح لي هو الآن في السابق كنا نتكلمه على غياب رؤية وسياسة مش شيء الجميل الآن تبع عندك أهداف والأهداف لابد هي واضحة في الاقتصاد